أموم المشاهدين نكمل الحر الليلة من الملف السوداني حيث أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم ومساعدة الانتقال في السودان فولكر بريتس استعداد المنظمة الأممية وتشجيعها لإجراء حوار شامل بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان وشدد خلال لقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالية محمد الحسن التعايش بالخرطوم على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي والتراشق بين مكونات الحكمة لغة التصعيد بين السياسيين والعسكر هي اللغة المهمة على المشهد السوداني الآن اتهامات متبادلة بالفشل في إدارة شؤون الحكم خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية ولجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو التي شكلت بموجب الوثيقة الدستورية والمعنية باسترداد الأموال والأصول التي استولى عليها رموز نظام البشير تواصل حشد أنصارها وبعد سحب الجيش للحراسات التأمينية من مقارها ترد بأنها لن تنحني لما وصفتها بمحاولات إلغاء دورها الدستوري نحن ضد الإنقلابين داخل المؤسسة العسكرية الذين يريدون الإنقلاب على هذه السلطة الديمقراطية يريدون أن يظيفوا حجر عسرة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي اللجنة التي تتهمها أطراف سياسية وعسكرية بالإنحراف عن مهمتها والتحول إلى آلية للتشف السياسي اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات متعددة صادرت بمجيب عقارات وفصلت أعدادا كبيرة من موظف الدولة بتهمة الانتماء إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول آخر هؤلاء قضاة ووكلاء نيابة دخلوا في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على فصلهم المكون العسكري رفض هذه الإجراءات وغيرها واعتبرها إقصاء لبعض الأطراف من المشهد لصالح البعض الآخر لا يعقل أنك تصادر أموال شخص أو ممتلكاته أو شركاته أو عقاراته بدون أي تحقيق بدون أي قرار قضائي قرار جنائي يعني يعني يستي أنك تجي في التلفزيون تعلن ولا فلان ده كان من النظام البايد وأسرى وأفسد وعنده كده 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 صادرناه الشارع السوداني يرقب التصعيد بين المدنيين والعسكر ولا يخفي كثيرون فيه خوفهم من الانقسام واحتمال المواجهة وفي الوقت الذي بدأت فيه الدعوات للتهدئة وفتح أبواب الحوار بين المكونين العسكري والمدني تتهيأ البلاد لزيارة متوقعة للمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فلكمان للتأكيد على الموقف الأمريكي المساند لسلامة الانتقال والتحول الديمقراطي في البلاد يتفق جميع الأطراف عسكريون ومدنيون على أهمية إتمام مرحلة الانتقال الديمقراطي بنجاح وصولا إلى الانتخابات العامة لكن الخلاف هو على كيفية الوصول إلى هذا الهدف عبدالباق العوض الحرة الخرطو أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من الخرطوم شمس الدين ضو البيت القيادة في قوى الحرية والتغيير وكمال إسماعيل رئيس هيكلة الإصلاح الأمني والعسكري ورئيس حزب التحالف الوطني السوداني أهلا بكم ضيفي الكريمان أبدأ معك بداية سيد شمس الدين ما الذي يجري بين المكونين المدني والعسكري اليوم هناك دعوات لإنهاء الشراكة بينهما من قبل تجمع المهنيين السودانيين السلام عليكم هذه المسألة هذا التصعيد بدأ مع المحاولة الإنقلابية في الحقيقة ليست المحاولة الإنقلابية وإنما قبل ذلك بالتفلطات الأمنية التي حدثت في مدن السودان المختلفة الاعتداء على المنشآت العامة مثل عبراج الكهرباء القفل الطرق والميناء السوداني وأخيرا كما قلت جاء الإنقلاب هذه المسائل مع بعضها البعض بدأت كأنها منسقة ومنظمة وبفعل فاعل وقد أدت إلى فقدان الثقة لأن المكون المدني يعتبر أن مسؤولية الأمن وهذا صحيح إنها مسؤولية الأمن مسؤولية إصلاح المؤسسة العسكرية هي من مسؤوليات المؤسسة العسكرية وهناك كثير من الانزعاج من أن مسألة إصلاح المؤسسة العسكرية وهي مسألة ضرورية فائقة الأهمية لاستمرار الثورة السودانية لاستمرار لنجاح فترة الانتقال أن هذه المسألة لم تتم بالصورة المطلوبة وبالتالي نشأت عمليات عدم الثقة بين المكونين وهو ما أدى إلى التشاعد خاصة بعد أن وقف المكون العسكري واضح أن هناك أزمة ثقة ولكن أزمة ثقة التي نتحدث عنها قد تكون ليست فقط بين المكونين المدني والعسكري وإنما أيضا بداخل كل مكون من المكونين سواء داخل المدنيين فيما بينهم وأيضا ما بين العسكريين نتحدث عن انقسامات كبيرة حتى ضمن المكونات بداخلها هذا صحيح لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك تشزي وخلاق خلافات كبيرة بين المكون المدني ولكن هذه هي طبيعة الأنظمة الديمقراطية هناك تقديرات مختلفة هناك آراء مختلفة ولكن هذه طبيعة النظام السياسي المطلوب في الفترة الانتقالية هو أن تتوافق القوى السياسية والقوى الحزبية على الحد الأدنى وهذا الحد الأدنى هو ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية لذلك المطلوب من هذه المكونات سواء كانت المكون العسكري أو المكون المدني الالتزام الصارم والحاسم بهذه الوثيقة الدستورية التي كانت نتاج للتوافق جاء مع سقوط النظام السابق وهو الذي وضح خارط الطريق لتقدم وتطور الفترة الانتقالية هذا هو الحد الأدنى الخروج على الوثيقة الدستورية هو المسألة التي يمكن اعتبارها غير مقبولة وهي المسألة التي يمكن الاحتياج عليها طيب سيد كمال إسماعيل ما رأيك في هذه النقطة أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية أم أن كل ما نشهده في هذه المرحلة على ما يبدو من تصعيد قد يؤدي إلى انهيار المرحلة الانتقالية بالكامل بسم الله الرحمن الرحيم التحية للمشاهدين أهلا بك والطرحهم على شهداء الصورة الحقيقة أنا كنت دائما بنوه أن الحكاية دي لها جزور خلفية الجزور الخلفية الشراكة مما بدت ما بين المدنيين والعسكريين بدت كشراكة يعني ما توفقية أو شراكة عدائية وما يحصل الآن كله وفقدان الصغة نتيجة على البداية بها المسألة نحن بنتكلم على أنه هذه الصورة صورة عظيمة والشعب هذا شعب عظيم وإلى الآن آمالنا كلنا في القيادات إذا كانت عسكرية أو كانت مدنية أنه نوقف هذا التراشق ونفتح الوسيقى الدستورية ونراجع الأداء السابق والوسيقى الدستورية ليست قراراً نفتح وبالطراضي يتيم تعديله وفقاً لما متطلبات المرحلة الجاية بسيد كمال يعني عندما نتحدث الآن عن أزمة ثقة هذه الأزمة ربما ليست بالجديدة يعني هذا التوتر ما بين المكونين المدني والعسكري هو توتر قديم حتى بأن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اقترح قبل شهرين مبادرة ربما لرأب الصدع ولتقريب وجهات النظر بينهما ولكن الآن تحديداً بعد محاولة الانقلاب الأخيرة يبدو بأن هذه الخلافات ظهرت على السطح على هذا النحو على ما هو عليه نعم يعني إذا كانت رجعت بتعرف أنه المسألة دي ناد يعني عدم السقة مفترض أنه يكون في السقة لأنه هؤلاء الحكام اليوم مدنيين وعسكريين ده نتيجة لتسوية وكلهم اشتركوا في انتصار الصورة كلهم بمقاييسه الأهم في الموضوع لا بد الآن من الوحدة السياسية وحدة القوة السياسية حتى على حد أدنى لأنه لو ما في استقرار سياسي بالتأكيد ليس هناك استقرار أمني ولو ما في استقرار سياسي وأمني ليس هناك استقرار اقتصادي نحن أمام محنة كبيرة ومام أزمة لكن أعتقد أنه ربضارة نافعة هذا جرس يمكن أن نبيهنا وقول لنا للمخاطر الموجودة والناس يجلسوا في حوار كبير ويطلعوا من هذا المأزق باتفاق يؤمن ويحافظ على الانتقال وننتقل بذلك من المرحلة الانتقالية للمرحلة الانتخابية وجميع ربما ينتظر هذه الخطوة سيد شمس الدين ما قاله رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالأمس بأن الصراع الذي يدور حاليا ليس بين المكونين المدني والعسكري نفهم منك أكثر لمن يوجه الاتهام عبدالله حمدوك في هذه المسألة إن كانت كل التصريحات التي نستمع إليها ما بين الطرفين يعني واضح بأن هناك نبرة تصعيدية وتوتر كبير وتوجيه للاتهامات بصورة متبادلة هذا صحيح يعني إذا إذا تحدثنا عن أن هناك يعني مسألة في توتر كبير فهذا الأمر صحيح لكن صحيح أيضا أن حديث الدكتور عبدالله حمدوك عن أن المشكلة ليست بين العسكريين والمدنيين وإنما بين المعسكر المدافع عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي والانتقال السلس نحو دولة الديمقراطية تنموية وبين المعسكر المناوي لهذا التحول الإشارة هنا ليست للعسكريين بصورة مباشرة وإنما هي لبقايا النظام السابق الذي زرع في أجهزة الخدمة العامة بما فيها المؤسسة العسكرية زرع فيها طوال الثلاثين سنة الماضية من أدباعه من يقاومون هذا التحول من يعارضون هذا التحول يعني سيد شمس الدين هناك تقصير فعلا كما يقال فيما يخص متابعة فلول النظام السابق ومحاسبتهم وملاحقتهم أينما كانوا لأن البعض يتحدث عن تراخي كبير من قبل المكون العسكري حول هذا الموضوع هذه المسألة مؤكدة مؤكدة جدا أن يعني إذا أريدت أن يعني أن نختصر ما قام به النظام السابق فإننا سنجد أن هذا النظام السابق تميز أولا باختطاف مؤسسات الدولة لسالح التنظيم لسالح تنظيم الأخوان المسلمين وأنه في المقام الثاني قد استباح الأموال العامة السودانية وقام بنهبها بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ السودان والمسألة الثالثة أنه قد قام بانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية جرائم حرب وإبادة جماعية فلذلك من الضرور جدا تنقية المؤسسات مؤسسات العامة مؤسسات الدولة الخدمة المدنية المنظومة العسكرية تنقيتها من الاختطاف من الاختطاف الذي تم تطهير من هذا الاختطاف الذي تم لها إزالة ما لحق بها من مفاسد ملاحقة من قام بجرائم هذه مسألة مهمة لم تحدث بالصورة المطلوبة بأقل من نصف دقيقة دعني أتجه إلى سيد كمال مخاوف هذه المرحلة الآن أنا أعتقد تماما بأنه كانت هناك سيولة حتى في العدالة بحيث أنه إلى الآن الذين قاموا بالانقلاب لم يحاكموا ولا لا يمكن شخص طابع للقانون العسكري ولما قام بالجريمة بتاعت الانقلاب كان خاضر للقانون العسكري أنا أحاوله لقانون مدني أخف وأقل هذا نوع من السيولة ولا يمكن شخص يتحدث بأنه قتل 28 ضابط في يوم واحد وأن هذا الشخص يظل إلى الآن دون محاكمة شكرا جزيلا لكما اعذراني انتهى الوقت المخصص شكرا لك من الخرطوم ضيفي شمس الدين ضو البيت قيادة في قوى الحرية والتغيير شكرا لكمال إسماعيل رئيس هيكلة الإصلاح الأمني والعسكري ورئيس حزب التحالف الوطني السوداني شكرا جزيلا